أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها لتوفير أدوات النجاح والتفوق لأبنائها الطلبة جاء ذلك خلال حفل تكريم فائقي أثنوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني ومدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2017-2018 الذي أقامته الوزارة أمس برعاية حضور الوزير العازمي وبنك الكويت الوطني وأضاف العازمي أن الوزارة وفرت كل السبل المادية والمعنوية لتشجيع الطلبة على التفوق وغرس القيم الدافعة بهم للتنمية موضحا أن المجتمع بكل قطاعاته يؤدي دورا مهما في خلق بيئة مشجعة للتميز والتفوق بدءا من الأسرة ومرورا بالهيئة التعليمية في المدارس